أعزائي المتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحقيقة اليوم معنا لكم قصة حصلا بين اثنين وكلهم صارقا مشكلة اذا اختلف اللصان فيقولون المفارع بينهم لمسارع هذا يعني ام كلامه منهائي فوقعنا اليوم في هذه القصة مع هذه الصارقة الاثنين ولكن نحمد الله ونشكر انه احنا يعني تصرفنا وتخلصنا منها هذول اثنين يا جماعة الخير واحد اسمه ملوسقي ضعيف كذا واكشر والله وام ثاني دبدوب ام ثاني دبج اسمه كذا واسمه عنطوت وهو الله مو عنطوت ولا شيء ام عنطوت ضعيف وام عنطوت دلغب لكن هذا اسمه مطلق على اسمه عنطوت وهو لا والله له دم عنطوت ولا شيء جسمه ما شاء الله يعني حجم يعني لم اسمه معلم جسم جسمه عنطوت احنا نعرفه اللهم دلغوا بصغرة اللي يجي في الموية حقه ما بيرو حقه لكن هذا قتله لكن هذا قتله جسمه جسمه عريض المنكبين وسألوه لاخ اللهم وحط فيه املوسقي واملوسقي ضعيف تقول سبسوب وهذا كان المشكلة حصلا كلها على سرقة املوس هذا الايام اذا نجل املوس نجل املوس نجل انا مشاكل ونجل انا امراض ونجل انا متاعب ومجي هاو الوكالة اخضر وعلى المهمة الواحد هذا المسارق يبيعه وهو يجري اهم حاجة يبيعه هو باغتهن لهم هذا الين باغاتهم على مطرق وفي كل مكان خاصة عندنا مزارع بينهم هذا ايام املوس والله اللهم يوجيه لك كل واحد وخاصة مدبه هذا الشيء في نفسه واللي بسميه نفسه عن طوط يقول والله لما دئستوك دعسة كذا يا ابن الحل المالك قال والله عادت لك تحبا مزارع ذي يعني ذا سارق وذا سارق قلت لهم هاي المزارع اللي من قالوا حقه غضبان قلت غضبان يعني غضبان في بيته وأنتم قاعدين هنا محاربة على المزارع حقه يعني كلكم صارقة مثلين وكل واحد يقتلهم ثاني بسبب ما هو احنا عادي احنا باخص المشاكل وعادي احنا بحاجة لحرب اقول له تحيا ما يكفي هذا اللي احنا قد احنا فيه عادي كنت أقول لنا مشاكل من هنا ومن هنا قال جينا والله ذي يقول انا مزرعتي هذه مزرعته يقول مزرعتي هذه المزرعة قلت له يا اخي انت حتى له يرخص لك راعيها وإلا رخص لكنا مثلين كلها ما انا ما هو تابل لكم مشاكل هيا اقول لكم والمهم انه هنا كل واحد تحدد بم ثاني ويملوز تفالت عليهم وقلت ناشبوا وكانهم وانا بس وصلت لهم اللي قد فالت من انباغا وهذا وكل واحد يقول والله لما ميتوك والله لما قتلتوك والله لما مدري مساب والتب قالت ايوه والله مهب اللي هنا لا يعني هيا اقول لكم ثنتين اختاروا منها واحدة يا اني انا الان بام باكورة هذه اهفي واحد منكم اضرب راسوه حتى خليه ابله سبعة غراز ولا هبله ضربه ويهبله ضربته ولا تقضل في ستر الله ولا ثانية اقضي ابلغ غضبا هذا ادوره حتى القاه واكلموا وقلوا له ان هذه الاثنين شابلك مشكلة في بيتك وانتراقل سير قلوزخ ويقوموا ان تحاربون على باب حقها ما هو انترايك قال جاه الله عليك قال جاه الله عليك وضخم ثاني قال جاه الله عليك هذه حانهم نعرف انهم مجهولين وانفلتين هكذا ويعني شي حصلوا انه يا انا واشا بلهم قلتوا قال جاه الله عليك قلتوا لكم اقلوا لكم واخدوا في ستر الله واخدوا المكذابة بكانكم سرق وتبيعون لسرقة وراعس بيت مسكين ما يدري بكر وانتن تدخلون تتسللون ومشاكل الواحد في سباة. طيب قدي هلا برشك وصارك فيما بينكن اصح على اخذي في ستر الله وخلكم لاحد يدرع عنكم ولا شيء. بدلا ما تسمعون بانفسكن تفتح لكم مشكلة ويعرفوك الناس مذيحان وخلص. يابل لكم قالوا جدك والله جدك قلت على الله هذا حل صالح ما كل واحد الف لفا انا بلوز حقه اتوكل واخده في ستر الله واراعي ان مذراعي لا بد يعني هيكتشفكم من غير يعني. انا لا اعرف محله الا ادريبه لا. لكن هيا قدوا في ستر الله وخلص هذا حل لكم وقالوا والله جدك قلت له خلص منهم عنا وكونوا رجال وقدوا في ستر الله قالوا والله منهم أنهم ونروح رجال ما يهمك والله إذا أدريتنا والإسم إتابنا قلت يا والأسوعة تبكونوا أدريتكم معي في الله وراء غضبا هذا أكلموا قلوا قلوا قل لك ترى ناس هنا فلان واحد لسق اسمه واحد اسمه عنطوط ويمكن تسمع بهن وتعرفهن والله شي يبون لك مشكلة وش يفتحون عليك وتقيل مروحا على رأسك واحد قلت الواحد بما زعتك قالوا والله معاته فلهذا لا والله الحذر واجب وخلكم ومع السلامة روحوا في أمان الله وغضب ستر الله وهذا اللي حصل